على مدار اليوم احتفالية الندوة التسقفية 38 للقوات المسلحة التي شهدت عرض الأفلام تسجيلية وفقرات فنية وكلمات وتكريمات لأبطال حرب أكتوبر وأيضا العرفان والتقدير لشهدائنا ومصابينا من حرب أكتوبر النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار خلال الندوة أن الهزيمة عندما نقبلها هي بتكون هزيمة لكن التحدي القومي بدأ لما خرج المصريين يوم 9 يونيو لرفض تنحي عبد الناصر هنسمع مع حضراتكم تاني كلمة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التسقفية 38 للقوات المسلحة احتفالا بليوبيل الدهبي لناصر أكتوبر المجيد هتكلم الأول هو الهزيمة إمتى؟ الهزيمة عندما تقبلها الهزيمة عندما تقبلها أنا أريد أن أقول لكم أن حالة الهزيمة كانت تتحدث هزيمة في المدان العسكري أنا أتكلم عن 67 لكن أخذي بالكم حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريين 9 يونيو عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا أنا أريد أن أقول إيه؟ هذا كان أمر بالنسبة للواقعة الواقعة الهائلة بتأثيراتها الضخمة جدا على مصر وعلى الجيش وحتى الأمة العربية كلها كان هائل لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش يشوه الفكرة دي لأن فيه ناس كتير يقول لك إيه؟ دي كانت مترتبة دي كانت مترتبة الخروج لا المصريين خرجوا عشان يقولوا إن مش قابلين الهزيمة والجيش خلصان والإسرائيلين موجودين في سينة كلها إذن أول نقطة عايز أقولها لكل من مهتم بالقضية وعايز يعرفها القضية مش بدأت في تلاتة وسبعين القضية بدأت في أعقاب الضربة في وسط حالة الألم والهزيمة خرج المصريين وقالوا لا إحنا مش هن واستحملوا من سبعة وستين لتلاتة وسبعين ظروف هائلة وضخمة على كافة المستويات